بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة رئيس الدورة الحالية للقمة العربية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل السعود ولي العهد ورئيس مجلس الوراء الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس الدورة المنصرمة للقمة العربية أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي معالي السيد أحمد أبو الغيب الأمير العام لجامعة الدول العربية أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرفني أن أشارككم اليوم في هذا الاجتماع الهام نيابة عن فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومار الفيدرالية ويسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ولسمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي عهد رئيس مجلس الوزراء على ما لبسناه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال منذ وصولنا إلى أرض المملكة والتي نعتبرها بلدنا الثاني ونأمل أن تنبثق من هذه القمة مخرجات تصب في تعزيز التضامن العربي لمواجهة تحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة وأود أن أتقدم بأحر تهاني وأضيام التبنيات لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وسمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد الخليفة على توليهم رئاسة القمة العربية الثالثة والثلاثين متمنياً له النجاح والتوفيق في هذه الدورة التي نأمل أن تحقق أهدافنا المنشودة في التنمية والاستقرار والازدهار كما نثمن جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال رئاستها للقمة السابقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي شهدت نجاحات بارزة في تعزيز التعاون العربي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي نجتمع اليوم في ظل تحديات إقليمية وعالمية غير مسبوقة تتضلب منا أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون المشترك بين دولنا وزيادة وطيرة التنصيق لمواجهة التحديات الراهنة فالوضع الحالي في العالم العربي بالذات يشهد العديد من التحديات والإضرابات بدءاً من الأزمات الاقتصادية إلى الصراعات المسلحة والنزاعات السياسية أما بالنسبة لقضية المركزية فلسطين فإننا نعبر عن قلقنا العميق واستياءنا الشديد من الوضع المتردي هناك وندين بشدة استمرار الجرائم العدوان الصهيوني المستمر والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني كما نؤكد على أهمية الدعم العربي والدولي لمواجهة هذه الانتهاكات والتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في السيادة والحرية والكرام الإنساني ومن هذا المنبر الهام فإن جمهورية الصومال تجدد التأكيد على دعمها لمبادرة السلام العربية وندعم جميع الجهود المؤدية لنيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة ونساند كل الخطوات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لوقف تلك المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني ونطالب بضرورة إصدار قرار لوقف إطلاق النار وضمان توفير الحماية الدولية اللازمة وتطبيق قرارات الأمم المتحدة لحماية المدنيين العزل وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفوري للمتضررين وإعادة إعمار قطاع غزة أصحاب الجلالة والفخامة والسمي والمعالي فيما يتعلق بالوضع في بلاد الصومال فلا تزال إيثوبيا تراوق في مساعيها البغيضة للتدخل في الشؤون الداخلية للصومال وزعزعة أمنها واستقرارها من خلال محاولتها المستمرة لتمرير الاتفاق البحري الباطل الذي وقعته في أول ميناير من العام الجاري مع إقليم أرض الصومال الذي يقع شمال الغرب الصومال وهو جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وإننا نجدد التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على أراضيها ونرفضه جملة وتفصيلة وهو أمر ينعكس سلباً على الأمن القوم العربي والإقليمي والملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي إن جمهورية الصومال الفيدرالية تثمن عالياً مواقف الدول العربية الشقيقة التي ساندتنا من اندلاع الأزمة في أول ميناير لهذا العام كما نرحب بتشكيل مجموعة العمل على المستوى الوزاري دعماً لحق جمهورية الصومال في الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ونؤكد أننا نتطلع للمزيد من الدعم العربي لموقف الرافض لهذا المخطط الإثوبي علماً بأن الصومال لم تكن يوماً تسعى إلى الحرب وإنما تمد يدها دوماً للسلام ولا يشغلنا سوى التنمية والاستقرار ومحاربة آفة الإرهاب أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي في هذا السياق لقد حرصت حكومة الصومال على تكثيف جهودها لتحرير البلاد من الجماعات الإرهابية ونجحنا في استعادة مناطق واسعة كانت تصيدر عليها الجماعات الإرهابية وذلك بالتوازي مع جهودنا في استكمال الدستور وتحقيق المصالح الوطنية وتقديم الخدمات الإنسانية ونؤكد في هذا الصدد عزم الصومال على مواصلة جهودها للتغلب على كافة التحديات الراهنة من خلال الدعم ومساندة الأشقاء العرب الذين نوجه لهم خالص الشكر والتقدير على وقوفهم المستمر على النطاق التنموي والإنساني والذي يساهم أو ساهم في تحقيق هذه الإنجازات كما تسعى الصومال لتطبيق برامج طموحة لتنمية الصومال وتعزيز الاستثمارات وخلق فرص جديدة لتحقيق تضلعات شعبنا ينبني على الإنجازات التي نجحنا في تحقيقها على الرغم من التحديات الراهنة من أبرزها إعفاء 4.5 مليار دولار من الديون المستحقة ورفع حضر الأسلحة المفروضة على بلادي كما يعد انضمام الصومال إلى مجموعة دول الشرق أفريقيا فرصة تاريخية ليس فقط للصومال بل لكل دول العربية كحلقة وصل تعزز أواصل التجارة والاستثمار بين العالم العربي وشرق أفريقيا مما يعزز الروابط الاقتصادية والثقافية ونيوفر المزيد من الفرص لتحقيق التنمية المستدامة والنمو المشترك أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي كما أن حكومتنا تخطط لتولي المهام الأمنية من قوات حفظ السلام الإفريقية الانتقالية أتمس بالكامل في نهاية هذا العام مما يتطلب تدريباً مكثفاً وتسليحاً لقواتنا لذا نتقدم بطلب إلى الدول العربية الشقيقة لدعم هذا التحول الحيوي لتحقيق استغلالية أمنية دائمة للصومال تسهم في تعزيز الأمن الوطني والإقليمي كما تعلمون أن بلد الصومال غني بالعديد من الثروات ومنها الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي والسمكي والقطاع والطاقة المتجددة وغيرها من الموارد ولذا يسعدني أن أدعوكم للاستثمار والاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الصومالية ونجدد ترحيب بالشركات والمؤسسات المالية العربية لاستثمار في الصومال وتتعحد الحكومة بتقديم كافة تسهيلات اللازمة وتدليل كل العاقبات مما يسهم في تنفيذ خطط الحكومة لإيجاد فرص عمل تقضي على البطالة وتدفع التقدم والتنمية والازدهار وفي الختام نجدد شكرنا وتقديرنا لمملكة البحرين الرشيدة ملكاً وحكومةً وشعباً ونتمنى لقمتنا التوفيق والنجاح لتحقيق تضلعات شعوبنا في العيش في سلام والرخاء واستقرار وأمن داعين المولى عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير أمتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته